وسط صحراء بريزينا بالبيض يستغل الفلاحون عشرات الهكتارات في زرع القبح والشعير والنباتات العلفية ومزرعات أخرى بإمكانيات محدودة أعجزها حرمانهم من مياه سد بريزينا الذي يفترض أن مهمته الأساسية سقي الأراضي الفلاحية كلنا فلاحين بلدية بريزينا والأرض الخير راعدنا ذليان بقى نزرع الفصارنا في مشكلة معالونيد شركة المياه ما أعطونا حتى حاجة لا أخبرنا ما لو تقول راعدنا محطوطة أرضنا محروصة واجدين رواحنا وصار فين من المال تاعنا الخاص من باقي يعطونا قيل ما ما أعطونا شلمة مشكلة الكهرباء الفلاحية دفع الفلاحين للاستعاضة عنها بألواح الطاقة الشمسية لتبقى الطريق المنعدمة جبهة أخرى يقاوم على صعيدها هؤلاء المستثمرون تقريبا الكهرباء رانا حلنا المشكلة حلناها ذاتيا حلناها احنا وحدنا وبقتلنا المشكلات على الطريق وراء نشوفوا مناش بعد على الطريق بزاف وعلى هذاك شيء ما تكفلوش بنا فهذا اللي راه يعاني منه كل المستثمرين اللي رهم مننا كاللي هربوا جاءوا وخدموا وحفروا وخلوا الدرهم وراحوا على برها المصالح الفلاحية ردا على هموم المستثمرين كشفت عن مشاريع مستقبلية لإيصال الكهرباء والطريق معا مشاكل مطروحة في المحيط اللي نحاول إن شاء الله نتفادعها في قرب الأجل عندنا مشكلة الكهرباء الفلاحية وين رنا مسجلين عمالية ستنطلق في الأيام القليلة عبر المحيط في حدود 11 كيلومتر كين فتح المسالي كين مشكلة لهم يطرحوا فيه الفلاحين ومن حقهم اللي هو مشكلة تزود بالمية تعالى تعسد نحن نرى في رسالات كثيرة وعطونا الموافقة لديوان السقي السقي اللي هو الونيد هكذا يتم دعم الاستثمار الفلاحي بولاية البيض وهكذا يتم العمل على الانتقال من اقتصاد الرية نحو الاقتصاد المنتج